بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين نعزي مولانا الإمام صاحب العصري والزمان المهدي المنتظر أرواحنا لترابي مقدمه الفداء والمراجع العظام والأمة الإسلامية بذكرى حلول محرم للحرام وذكرى استشهاد أبي الأحرار أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه وأهل بيته وأصحابه ونعزيكم أيها الأحبة أولا لو نتصفح كربلاء إلى ثلاثة أقسام القسم الأول تكلمنا عنه سابقا في محاضرة وهو ما قام به مسلم بن عقيل في الكوفة سفير الإمام حسين القسم الثاني حدث في اليوم العاشر من المحرم والقسم الثالث وهو طبعا أهم اللي هو قام به الإمام زين العبدين عليه السلام وعمته الحوراء زينب وهو الإعلام يعني ولولا الإعلام لا دثرت ثورة الإمام الحسين ونهضة الإمام الحسين عليه السلام لكن كان دور كبير لمولانا الإمام علي بن الحسين سلام الله عليه وعمته الحوراء زينب في الكوفة والخطب المعروفة للحوراء زينب وفي الشام وهذا الإعلام حقيقة له دور فعال لأن الدين كما جاء أنه محمدي لوجود حسيني البقاء ولولا الإمام زين العبدين عليه السلام وعمته الحوراء زينب والإعلام كادت ثورة الحسين ونهضة الحسين عليه السلام أن تتثر فلا بد لنا أن نسلط الضوء على عقيرة الطالبيين زينب الحوراء ابنة أمير المؤمنين سلام الله عليه أولا ولادة زينب المباركة طبعا جاءت التسمية من السماء لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان مسافرا وقد سأل مولانا أميرون إن فاطمة سلام الله عليها عن تسميتها فقال إلى أن يأتي النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم فعندما جاء النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم فقال سمها زينب يعني زين لأبيها وزينب سلام الله عليها حظيت بعناية من أبوين من أمير المؤمنين سلام الله عليه وفاطمة الزهراء سلام الله عليها وكانت موحدة في صغرها يعني قرأت في المرويات أن أباها أمير المؤمنين سلام الله عليه قال لها أبني زينب قولي واحد قالت واحد قال قولي اثنين قالت لا اللسان الذي قلت في واحد لا أقول اثنين يعني يقول أنها كانت موحدة زينب سلام الله عليها يقول يحيى المازني جاورت مولانا أمير المؤمنين خمس سنين في الكوفة لم أرى لزينب طولة ولم أسمع لها صوتا وكانت يعني إذا أردت أن تخرج يخرج أمامها أمير المؤمنين والإمام الحسن إلى جانبها الأيمن والحسين إلى جانبها الأيسر ومن خلفها العباس وتطفى القناديل وهكذا زينب سلام الله عليها حصلت على العصم الصغرى باعتبار هناك عصم كبرى للمعصومين وعصم صغرى العصم الصغرى حصلت عليها الحوراء زينب سلام الله عليها باعتبار اكتسابية بحكم علاقتها علاقتها بأهل البيت بعلاقتها بالله سبحانه وتعالى فحصلت على العصمة والعصمة الاكتسابية لذلك الإمام زينب العابدين سلام الله عليه يقولها عمه أنت بحمد الله أصبحت عالم غير معلمة وفهم غير مفهمة قرأت في كتاب أعلام الهداية أن زينب سلام الله عليها كانت مفسرة تفسر القرآن وقد قال مولانا أمير المؤمنين سلام الله عليه من أزاد على كلامها فقد كذب ومن أنقص عن كلامها فقد افترى عليها فزينب سلام الله عليها شهد بها شهد لها الإمام علي بن الحسين أنها عالمة غير معلمة وفهمة غير مفهمة زينب سلام الله عليها في يوم العاشر من المحرم لما حرقت الخيام تسأل الإمام علي بن الحسين سلام الله عليه عم إلى أين نذهب شنو غرضها زينب سلام الله عليها امرأة تأخذ الأطفال وتخرج النار ملتهبة هنا تريد أن تبين الإمام المفترض الطاعة بعده الإمام الحسين عليه السلام هو علي بن الحسين لأن بعض الناس اختلفوا يعني البعض يعني أكو ناس خاصة الناس وكو عامة العامة يصورون أن الإمام المفترض الطاعة هو محمد بن الحرفي وخاصة الناس لا يقولون الإمام زين العابدين سلام الله عليه اقتضت الحكمة أن تقوم زينب سلام الله عليها بمهمة وتوضيح الأحكام الشرعية وفعلا كانت موضحة للأحكام الشرعية للنساء وزينب سلام الله عليها لم تترك النوافل يعني حتى بعد واقعة الطف لم تترك النوافل بل كانت تصلي من جلوس فيسألها الإمام علي بن الحسين سلام الله عليه عم زينب أراكي تصلي صلاة الليل من جلوس قالت بلى يا ابن أخي إنه مصاب أبوك هز قوتي ما بقع دحيل الحوراء زينب لكن مع هذا لم تترك النوافل والمستحبات كما جاء في المرويات أنها قوام الواجبات المستحبات قوام الواجبات فزينب سلام الله عليها الخطب قارعت أعداء الله قارعت عبيد الله بن زياد في الكوفة وقارعت يزيد ابن معاوي ابن أبي سفيان يزيد كيدك واسع سعيك فوالله وناصب جدك فوالله لا تمحوا ذكرنا فشاهد الكلام زينب طبعا هي أم المصائب أم المصائب رأت جدها المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم على صغر سنها كيف أنه وافاه الأجل وكانت صغيرة هذه مصيبة المصيبة الثانية شاهدت أمها فاطمة سلام الله عليها بين الحائط والباب هذه القضية التي تقرح القلوب ما تنسى فاطمة سلام الله عليها لما طلبوا من مولانا أمير الأنين سلام الله عليه البيعة هو الإمام المفترض طاعة يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين فدخل من دخل وجاء بيده شيء فيه نار قبس فيه نار قالوا إن في الدار فاطمة قال وإن وهو الثاني وإن وضع رجله إلى الجدار وظهره إلى الباب وهي تصيح ويحك أيها اللعين لقد كسرت ظلعي لقد أسقطت جنيني وزينب تظر هذه المصيبة الثانية المصيبة الثالثة رأت أباها أمير المؤمنين في المحراب كيف أنه ضربه عبد الرحمن ابن الملجم المرادي في الليلة التاسع عشر من شهر رمضان سنة أربعين للهجرة بعد ورأت كبد الحسن فطشت ورأت رأس الإمام الحسين عليه السلام على رأس رمح طويل فلذلك سميت أم المصائب تأتي إلى جسد الحسين عليه السلام تقول اللهم تقبل منا هذا القربان نسأل الله أن يرزقنا وإياكم شفاعة أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين شفاعة أهل البيت 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 شفاعة أهل البيت